ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة بنهار ببنغلديش إلى 34 شخصاً بعد انتشال جثث أخرى وكانت حصيلة سابقة تشير إلى غرق 26 شخصاً في الحادث نفسه وكانت العبارة مكتدة بنحو 50 راكباً ممن يريدون مغادرة نريون كونغ بعد فرض الحكومة إغلاقاً لمدة سبعة أيام لاحتواء تسارع وطيرة الإصابات بكوفيد-19 وأوقفت السلطات مهام البحث والإنقاذ الاثنين بعد إخراج العبارة من النهر إثر انتشال 22 جثة لكن عمليات البحث مع تمشيط مروحيات للمياه العكرة استؤنفت تحت ضغط دو المفقودين للبحث عن الجثث ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤول محلي قوله إنه استناداً إلى شهادات أقارب الضحايا لا يزال هناك مفقودان اثنان